في أسيوت تم تسليم 60 مركب صيد للأسر الأولى بالرعاية وده ضمن مبادرة بر أمان أما في كفر الشيخ فبيتم تطوير ورفع كفاءة شوارع وكرنيش مصيف بلطين أما في بورس عيد فتم تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة متعة التعليم خلال الأجازة الصيفية وفي الشرقية تم استقبال أكتر من 11 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة فأسيوت سلمت المحافظة عقود 60 مركب صيد على الأسر الأولى ضمن مبادرة بر أمان للتمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة اللي بتنفزه وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن تطوير ورفع كفاءة شوارع وكرنيش مصيف بلطين وإنشاء 13 مشاية جديدة على شواطئ مصيف بلطين بالأنترلوك للتسهيل على المصطفين الوصول للشاطئ خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال وتم البدء بفرد طبقة أساس بالأرضية وتركيب بولدرات بالجانبين وجاري تركيب بلط الأنترلوك فضلا عن زيادة المسطحات الخضراء والتشكير في بورسعيد أعلنت المحافظة عن انطلاق مبادرة متعة التعليم للمرحلة الابتدائية للأنشطة المتنوعة خلال فترة الأجازة ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية وربط الطلاب بالمدرسة وبتبدأ المبادرة من 1 يونيو المقبل حتى 30 أغسطس 2024 وتم تخصيص مليون جنيه لتنفيذ المبادرة في الشرقية استقبلت المراكز التكنولوجية 11383 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد وليحة التنفيذية وبيتم استخراج الشهادات اللي أنهت المعينة والمتوقفة على جهة الولاية تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بيها المواطن بملفات التصالح في سهاجد أعلنت المحافظة عن استلام 113 286 طن أمح بالشوان والصوامع منذ بدء موسم التوريد في 15 إبريل الماضي وحتى الآن وبلغت مساحات الأمح المنزرعة هذا العام 183 518 فدان بمختلف مراكز سهاج وفرت المحافظة 17 موقع تخزيني موزع على جميع أنحاء المحافظة بالإضافة لتشكيل لجان متخصصة لاستلام الأقماح تسهيلاً على المزارعين في المينيا أعلنت المحافظة عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية 105 ألف حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات خلال شهر ضمن مجموعة قوافل طبية وعلاجية متنوعة نظمتها مدرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بجميع التخصصات ودل توفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً في الوادي الجديد شاهد مركز ومدينة الفرفرة إجراء القرى العلنية لـ 1078 قطعة سكنية بامتداد تقسيم قرية عثمان بن عفان بالكفاح للمواطنين أبناء القرية والمدينة والقرى المجاورة والأرامل والمطلقات والحالات الخاصة ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة اشتركوا في القناة